تكون القائمة المشتركة التي قد تشكلها حركتي فتح وحماس لخوض الانتخابات العامة منفذا لهما إذا ما قرر الشارع الفلسطيني معاقبتهم انتخابيا حيث لا يوجد من الناحية القانونية أو السياسية ما يمنع تشكيل قائمة موحدة خاصة مع وجود نظام التمثيل النسبي الكامل والدائرة الوطنية الواحدة وهذا يعطي الحق لكل تكتل أو حزب أو فصيل أو مجموعة أن تتحالف لكن من الناحية الواقعية فان قائمة من هذا النوع تعني حسب مراقبين أن الانتخابات باتت تحت السيطرة المسبقة والتحكم الفعلي بنتائجها هذه القائمة تجسيد لخمسة عشر عاما من الانقسام الفلسطيني والمحاصصة في الضفة الغربية وقت غزة وبالتالي في ظني أن الفصائل أو القوائم المستقبلية ستأخذ حصة كبيرة من مقاعد المجلس الشيعي القادم ومع بداية الأسبوع الأول من الشهر القادم يتوجه ممثلون عن الفصال الفلسطينية إلى القاهرة لإجراء حوار شامل حول الانتخابات والتحضير لها حيث ترى فتح أن القائمة المشتركة تحقق استقرارا سياسيا بينما فصائل أخرى تنظر إلى أفكار من هذا القبيل بأنها إفراغ للانتخابات من مضمونها كل الاقتراحات موجودة كل الاقتراحات مفتوحة الفائدة من هذا الموضوع هذا الموضوع له علاقة بالاستقرار السياسي في الثقة ما بين كل فصال عمل وطني والإسلامي بخوض مثل هذه التجربة أو بالذهاب بقائمة مشتركة الفكرة أصلا تفرغ الانتخابات من وظيفتها من الصعب جدا أن يتم ذلك من خلال ما يسمى بقائمة مشتركة أضم الجميع وبدأ بعض القادة في حركة حماس الترويجة لفكرة القائمة المشتركة حيث يقول القيادي في حماس يوسف رزقة إن ذلك ربما يساعد في تبريد حالة التنازع والانقسام وتشكيل مجلس تشرعي توافقي قادر على معالجة القضايا التي تمخضت عن الانقسام بينما يرى مستقلون وفصائل ومؤسسات حقوقية أن القائمة المشتركة ستؤدي إلى الهيمنة التامة والكاملة على الحياة الحزبية والسياسية في الواقع الفلسطيني بما يحيد أي أدوار وفعالية للمجتمع المدني الفلسطيني ويهمشه إلى درجة الإخصاء من التأثير في الفضاء السياسي وإن كان يرى البعض أن القائمة المشتركة ستكون حلا لانهاء الانقسام والدخول في مرحلة سياسية جديدة إلا أنها من جانب آخر ستكون على حساب خلق مشكلات تتمثل في هيمنة الفصيلين وإقصاء الأحزاب الصغيرة والأصوات المعارضة على قاعدة المحاصصة والتقاسم ضيحوا شيئا الغد رام الله